المحادثة الأخيرة بين بايدن ونتنياهو استمرت 45 دقيقة كانت صعبة لا بالأصعب المحادثات وأكثرها إحباطا هكذا وصف موقع أكسيوس الحديث بين الرجلين التوتر حصل بعد أن أثار بايدن مخاوفه بشأن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة هذا التوتر تصاعد أكثر بين تل أبيب وواشنطن وصولا إلى وصف وزير المالية الإسرائيلي وواشنطن بالغريبة رغم أنها الحليف التاريخي الأول لإسرائيل وقال عن بايدن إنه صديق حقيقي لإسرائيل لكن لن نترك مصيرنا أبدا يحدده الغرباء مو شددا أنه طالما هو باق وزيرا للمالية لن يذهب شيك الواحد إلى الإرهابيين النازيين في غزة على حد وصفه وبالعودة إلى تفاصيل الخلاف ضغط بايدن على نتنياهو لقبول الاقتراح الذي سبق أن طرحه بنفسه قبل عدة أسابيع وهو تحويل عائدات الضرائب المحتجزة إلى النورويج لحفظها حتى يتم التوصل إلى ترتيب من شأنه تهدئة المخاوف الإسرائيلية من وصول الأموال إلى حماس لكن نتنياهو أكد لبايدن بدوره عدم ثقته بالنروجيين مشددا على أن السلطة الفلسطينية يجب أن تقبل فقط التحويل الجزئي للأموال بايدن رد قائلا إن الولايات المتحدة تثق في اقتراح النورويج وهذا يجب أن يكون كافيا لكي تثق إسرائيل بهذا أيضا وهكذا انتهى الاتصال بين الرجلين ليترك مخاوف من تصاعد التوتر بين واشنطن وتل أبيب وتداعياته على حرب غزة ترجمة نانسي قنقر